خلال الاسبوع الاخير الكثير من التجار تسألني مرتبكة هل حقا موقع ايبي منعت التجار من العمل بمجال الدروبشيبينج وفي هذا الفيديو سأجيبه على هذا السؤال وسأوضح لكم اي تغييرات يمر بها موقع ايبي مرحبا انا رد عازم من كامبوست اكيديمي ممكن ستغضبوا علي بعض الشيء اذا قلتوا انني سعيد جدا من الخطوات التي تفعلها موقع ايبي بالفترة الاخيرة ولكن قبل ان تغضبوا دعوني اشرح لكم لماذا انا سعيد وماذا كان الحال في موقع ايبي قبل التغييرات التي فعلتها وماذا فعلت ايبي لكي تصحح الوضع في السابق وحتى لهذه اللحظة كل شخص يريد بدء البيع على موقع ايبي يمكنه فعل ذلك بسهولة وبسرعة فقط عليه تسجيل البيانات الخاصة به وبدء اعلان المنتجات دون ان يتعلم المجال بطريقة صحيحة وفي الحقيقة الكثير من الاشخاص يستهزئون بالمجال ويعتبرونها كأنها لعبة في الحسوب او ما شابه ذلك ولا يعرف ان هذا المجال هو عمل مثل اي عمل او ورشة في عالم التجارة والاعمال وشيء طبيعي كل شخص يبدأ العمل بمجال معين دون ان يتعلمه بطريقة صحيحة ان يخطئ وهذا ما حصل في موقع ايبي كمية كبيرة من التجار الغير مهنية في الموقع تعمل بطريقة خاطئة ومن يتحمل هذا الخطأ طبعا موقع ايبي هو الذي يتحمل الخطأ من خلال معالجة الكثير من الشكاوي من كبل المشتريين وطلبات الغاء المبيعات والنصب وايضا المس بسمعات الموقع سمعة موقع ايبي تضررت بالفترة الاخيرة بسبب هذه التجار الغير مهنية في الموقع لذلك ايبي قررت ابراز عضلاتها وغيرت بعض الكوانين في سياسة البيع بالموقع وبالاحرى بطريقة الدروبشيبينج الجواب للسؤال المبين بعنوان الفيديو واضح ايبي لا يمنع التجار من التعامل بطريقة الدروبشيبينج او الانلاين اربتراج ولكن هو يوضح انه عليكم ان تكونوا مسؤولين عن منتجاتكم التي تبيعونها طالما حسابكم يعمل بطريقة صحيحة ونسبة الارجاع في حسابكم منخفضة ونسبة الغاء المبيعات منخفضة حسابكم سيكون سليم اما اذا اعلنتم منتجات وحذفتموها بعد يوم او بعتم منتجات وكمتم بالغاؤها بعد يوم او ارسلتم المنتج والمشتري تشكى عليكم وتجاهلتموه فهذا سيحدث ضرر على حسابكم انا لا الوم موقع ايبي على ما يفعله فهذا طبيعي الموقع يريد الحفاظ على سمعته وعلى نزاهته ايضا لكل من يريد التسجيل بالموقع ايبي بدأ ايبي طلب تأشير البيانات من خلال ارسال لهم نسخة لجواز صفركم او الهوية هذا لن يكون بالصابق كل ذلك بسبب عمليات الناصب التي تحصد بالموقع بشكل متكرر في الفترة الاخيرة هل ايبي يمنع عمل دروب شيبنج من موقع امازون او موقع علي اكسبرس لا هو لا يمنع ذلك اكثر من نصف التجار بالموقع يعملوا بمجال الدروب شيبنج واذا ايبي قرر انه لا يريد اي تاجر عمل دروب شيبنج في موقعه لرأينا كمية كبيرة من التجار بالموقع لقد اختفت وهذا سيكلف موقع ايبي خسائر كبيرة جدا لقد انتهى وقت اللعب وحان وقت الجد لكل من ينسخ منتجات من متاجر ثانية لن يفيده ذلك لكل من يسعر منتجاته باسعار متدنية جدا ويربح بعض السنتات على كل بيعة لكي ينافس التاجر الآخر لن يفيده ذلك عليكم عمل بحث اسواق بطريقة مهنية واجاب منتجات اخرى او ايجاب طرق اخرى لتسويق منتجاتكم مثل جلب مشتريين محتملين من خارج موقع ايبي مثل مواقع التواصل الاجتماعية او من مواقع المدونات البلوغز او من الاعلانات المروجة في موقع ايبي نفسها يوجد الكثير من الطرق الاخرى التي يمكننا استعمالها للتغلب على ما يحصل في موقع ايبي في النهاية موقع ايبي كان وما زال محور اساسي في مجال التجارة الالكترونية وشيء طبيعي ان يغير سياسته سيبقى في الموقع فقط التجار المهنية التي تعرف ماذا تفعل والتي تعرف كيف تتعامل مع المجال بطريقة صحيحة وسؤالي في هذا الفيديو ما هي العقوبات التي فرضها عليكم موقع ايبي وهل تعرف سبب فرض العقوبات عليكم اكتبوا اجاباتكم بالتعليقات وسأحاول جاهدا مساعدتكم ولا تنسوا الاشتراك بالقناة لمشاهدة الفيديوهات السابقة والفيديوهات القادمة التي تعلن اسبوعيا بالقناة سأراكم في فيديو اخر اشتركوا في القناة